موسيقى أهلاً وسهلاً متتابعي لسيتان في وينما كنتم أهلاً بكم في حلقة جديدة مع نجم جديد نجم اليوم وهو هشام أبو شروان شاهدناك لاعب ومدرب مسيرة كبيرة اليوم سيحدث لنا بالتفصيل الغير الممل العود البيض سيعود لنا كل شي على حياته على تجربته كلاعب كمحترف كصاحب الأرقام الرقياسية ثم كمدرب مساعد وفي المستقبل القريب كمدرب أول لأحد الفرق الوطنية الكبرى أي شام تجيتي من منطقة الأربعة العونات كنت تتوقع أنك توصل لهذا الهونيف لأن الهونيف وصلتني بكل شيء كلعب كهداف كلعب أي كيلعب أكبر الفرق العالم صراحة لم أكن متوقع هذا الباركور كامل اللي دوزت بداية من الراجا للفرق العربية وأوروبية فكل صراحة لنا وثاني حاجة يعني لواحد كي يكون عنده حلم في صغره وكيتحقق يعني كتزيد على وتاني كتكبر وفي نفس الوقت كيتحقق الأحلام اللي كنت في الصغر أول حلم كان عندي هو تلعب في الراجا لأنني كتراجاوي في الصور دي هالي كتراجاوي يعني متبع الفرق يعني الصغيرة والكبيرة وخا ما كانوش لي اللي ريزء الصوصي وكيمة دابا الأخبار فهديك على الأقل كنا متبعين كنا كنت قرأوا الجرائي دا ديك الساعة اللي كتعطيك الأخبار للفرق والراديو اللي هو اللي كان قنادك وحتى المقابلات لم يكن تنقله لكي تتفرش الحلم كبير لأنني جيت لدوز تاست في الراجا ولكن مع الوالدين تغادر لأربعات العونات و تقول لي أنا جايك للموضوع لأنه حتى من يجيت لدوز تاست لم يكن خبارهم لم يكن قلت لي موالو لأنني كانت عطلة وجيت لالكازة عند الخالدي على الطيف قلست عندهم لدوز تاست تقبلت قال لي تعاود ترجع عندنا كان أنا داك سي آنيس عبطيف آنيس اللي شافيه وكان في الحجامة والمدير التقني اسم محمد نجميح كان ولكن كان في تاسيما اللي هو اللي غادين اللعب عندهم من بعد والحمدول اللي يعني كما قلت تقبلت في التاس وكان عندي متيحان كان عندي متيحان سيزياماني في العونات اللي نخصي نرجع عنده متيحان ديالي باش لأنه قراية رقعار في الوالدين القراية هي اللولة كانت معاردة من الوالدين في الأول لكن تقبلوا الأمر وعرفوا بأنه الواحد قصو يختار إما الكورة ولا القراية بجوج من يمكنش توفق فيهم بجوج لأنه صعيب ما شي كما دابا لأنه دابا ولات تقدر تلعب وتقارب في نفس الوقت فأنا داك كانت الأمور صعيبة الحمدلله حاولت نوفق بيناتهم بجوج كملت للسنة ديالي لجحت فيها ومن بعد لتحقت بفارق الرجاء البيضانوي والمسيرة بدأت من فئة شبان عبر مدربين السيانيس والسينجمي وفتحي جامال اللي عاونوني بزاق ودخلت الصنطر ديالي الراجاء أنا داك كانوا بجموعة من اللاعبين اللي لعبوه في الفارق الأول من بعد الحمدلله تجربة كانت ناجحة مع شبان وقبل التحق بفارق الأول وقبل التحق بفارق الأول حاجة أخرى أو الثاني لأنه باش تلتحق أنا داك في ذيك الفترة بلاعبين كبار وتبدأ تتريني معاهم وتتدرب معاهم وتتلعب معاهم مباريات فمشي مسهل الحلم داك يتحقق بشوية بشوية والحمدلله فهذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى وهذا اللي مكتب لك الله سبحانه وتعالى باش تبدأ المسيرة ديالك تلعب في البطولة وتلعب ضد الويدات ولكن ما تسجلش علاش؟ يمكن اللي مكتبش لين سجل ضد فارق الويدات هذه الكورة الكورة فيها طرائف من الطرائف اللي وفيها يعني شو نقول لك ما نقولش يعني طرائف من ناحية الكوراوية لانه منك تلعب جمعة من الديربيات ومن تسجلش يعني يمكن ربي بغالي بحال هكا حتى صلاح الدين باصر اللي يذكره بخير حتى هو مسجلش في الديربيات مع العلم انه اللعب ديربيات كتار هذه الكورة لكن قد يبقى دكريات كتارة في الديربي لانه الحمدللل انه في الديربيات اللي لعبش هذه المسيرة الكبيرة فا أغلبية كان فيها انتصار على فارق الويدات والحمدلللل ما اسجلش في الديربيات ولا اسجلش في مباراية اللي كانوا حاسمين من بعد تشريفة دي البوطولة هشام عنده واحد الرقم اللي ما انتشي لاعي في المغريب لعبت ثلاثة شمبيونز ليغ لعبت ديال الآزي ديال الأفريق و ديال الأوروب هذا رقم الآن صعب ما قيمة وصل لي تشيليها في المغرب الحمد لله كما قلت لك مني كتلعب في فارق كبير في المغرب اللي هو الراجا كيف تفتح لك مجموعة من البيبان فمن الأبواب اللي تفتحت لي أنا لعبت مع الراجا شمبيونز ليغ والكاف ومشيت للتارجي واللعبت معهم شمبيونز ليغ وبشيط اللي لعب معهم شمبيونز ليغ ديال أوروبا و كذلك في فتحاد اللي لعبنا النهائي ديال كاس شمبيونز ليغ ديال آسيا فصراحة يعني ما كنتش نتوقع هاد المسيرة بحال هكا ولكن بالعامل و بالاجتهاد و بالخدمة فأي حاجة ممكن تحققها الشريطة تكون سيريا في الخدمة ديالك تكون جاد و متابر و صابور لأن الصبر واللي كي وصلت للنتيجة بالخدمة ولغا ما أنا الحمد لله ما نقولش أنني كنتش كنت نحلم بأكتر من هكا لأنه كما قلتك الأبواب تفتحت فراجا كنت ميور جور في شمبيونة ديالنا للمدة ثلاث سنوات و ديت هداف في شمبيونة ديالك و ديال الكاف و لعبنا نهائي كاس لرابطة الأبطال و فوزنا بالكاس الكاف و فوزنا بالدورة المغربية و كاس العرش فأنا داك كانت الأمور تمشي أكتر لكن قدر الله و ما شاء فعل قدر الله و ما شاء و قدر الله و كأنك غير محظوظ في هشام لأنه مثلا كان كل شيء واحد الوقت يقول هشام خصو يكون هداب في شمبيونة ديال البطولة و مكينش في لكيبت ناصرونال لدرجة جاك عرض لك هذه الساعة كان يكون توارق و غيكون عند هشام أول لاعب ينتقل من البطولة فاريق صوت هارفتن صحيح ممكن مخديش حقي في لكيبت ناصرونال لأنه بصراحة أنا مكتش كانت تعامل مع محاليز أجان أنا في الكارير ديالي ممكن تعاملت مع أجان واحد هو اللي الداني اللي الفرنسي وهو أجان فرنسي لزيكيب الخراين كلهم اللي لعبت فيهم كبشيش بوحدي اتصال من الرئيس النادي أنا داك و اللي كان كي و ما كان بشي بحلها أنا مكتش كانت تعامل معتش شي أجان بش أنا بصراحة أنا كنت سترونكي ما كان بغيش المشاكي كان نؤدي العمل ديالي و كان نمشي المنزين ديالي مع أي فارق مش كان لعب لي صحيح ما أخديش حقي في لكيبت ناصيونال اللي كنت نقول أنا داك ممكن كانت تعطاني فرصة في متخابك ما تعطاتي مجموعة من اللاعبين و بصراحة اللاعبين اللي ما كانش عندهم كاريير كبير تعطاتهم فرصة و بفضل اللي كتناصيونال مشو الأندية كبيرة أنا ممكن من اللاعبين اللي ما كنتش محدود ما عرش شنو السبب اللي كان أنا داك ولكن أنا فرحان و بصراحة حتى هذه المباراة اللي لعب عليك كنت ناصيونال فأنا فرحان والحمد لله كنت نحاول ندافع على بلادي بأي طريقة و بأي مباراة كانت تنادي عليك كنت تفهم بشي المفارقة أنه كل ما يناديو عليك كنت تسجلوا هداف اللي كانت حاسيمة صحيح الهداف اللي وقال لما شفوش المغاربة في كلاس أمم الفريقالي جمع بديال ضربة خطأ ضدتها كوارا شوية كنت نسجل علينا هداف و من لعبنا السنطر ومشيت بها هذه الكوارا الوحدي وسجلت في زاوية تسعين كان من الأحسن ثاني أحسن هدف في هذه الدورة اللي كانت في غانا وكان ضد المتاخب الغيني على العمم ثاني أحسن هدف ولكن كانت عنده من وراء انعكاسات سلبية على باركور ديالهيشام كانت تدور حضر هذه الوقت وليل كانوا غضبوا منك لأنهم دوروا مجهودة كبيرة هل يتكلم على 2006 في مصر 2006 يعني جبتي هذا الموضوع باش الناس تعرف انه وراء مني كنت في ليل كانت عندي سنة قابلة جديد كانت إعارة من الراجع لليل وقابلة جديد فهذه السنة كانت كأسي فريقيا في مصر كأسي فريقيا في مصر كان السيم حمد فاخر والمدريب فنادي علي المنتخب فارق ليه اللي يرفض باش نكون مع المنتخب انا فضلت انا نمشي المنتخب وكيف ما كانت تكون العواقب لانه باش تمتل لبلادك رغمشي لأي واحد ديجي هادي فرصة هادي ما تنادي عليها مشيت للماصر رجعت ما بقيش كلعد مع فارق ليه ومن بعد عرضت بنا والسبب اللي كان هو الذهب ديالي للمنتخب ولكن انا ما بصراحة ما أعطيتش الأمر أهميها بقدر انا بنتلت البلادي في هاديك الكاس نهاية الموسم رجعت الفارق الراجع البيضاوي ما كانش هاديك البند اللي كان ريتفاعل من بعد الإعارة ديالي ما تفاعلش قبلتها بكل روح رياضي رجعت خدمت ومشيت الترجي من بعد هاد هو اللي كين عدرنا على المنتخب ودفان المنتخب قليل أيام قليلة ويلعب ماتش اللي باراج ماتش فاصل ماتش اللي ما صيري وضد الكونغو الديمقراطية نفوز عليه نمر الكوف ديمون دي القاطر في 2022 شنو كيبال لك هيشام توقع ديالك شنو خاصتنا بشرب عوض الماتش المباراة المتخب غريبة ضد الكونغو مباراة مش سهلة صحيح الناس اللي كتكلم وليعبوا مع أضعاف ممكن فارق في هادو اللي تأهله دابا بحكم انه مشاركش كأسة فريقية موخاران ونتائج جيالو يعني مكانش مزيانة تأهل بصعوبة مع المنتخب بينيني لهذا الدور الحاسن فبنسبة لي أنا مباراة مش سهلة المنتخب الكونغو عنده تاريخ اشتاوه عنده تاريخ يمكن عنده جوش كؤوس إفريقية في السبعينات منتخب محترم عنده لاعبين محترفين فمباراة ما تكون سهلة خصنا العزيمة وروح الانتصار اللي خصنا في هاد المباراة هادي نساو الخلافات الكل ما نتكلموش على اللاعبين اللي ما جاوش بصراحة أنا كنستغرب علش ما جاوش لأنه وخّى المشاكل تشكوهن وخّى الناس المدربة يمكن كان عنده مشكل معهم ولكن هادي المغرب غادي تشرف المغرب غادي تلعب بالصالح المتخب مغربي بالنسبة لي أنا يا موارا ما تكون سهلة نكونوا إيجابيين في هاد الفترة هادي اللي غا تكون باش نعاونوا المتخب دياننا باش يتأهلوا كاس العالم للمرة تانية على التعوالي ما كنتش كلırım كان شد في فبسيا يا PRI님 باش Now 94 و98 إن شاء الله نععد ومحقوها هاد السنة هادي 2018 و nego possibility وفي plutôt وفي دورة تاريخية اللي غا تكون في قطار أول دولة عربية تنظم لشنا نكونوا مشاركين فيها باش نشرفوا العرب ونشرفوا المغاربة لأنه بصراحة فرصة اللي مغتتعودش نخوضوا المباراة بجدية وخصوصا المباراة دي الداهب اللي غتكون صعيبة بزات أنا عارف الملعب هادا كيفاش كتكون في الأجواء نحضروا لأي سيناري اللي يوقع في المباراة ولكن نخرجوا بنتيجة إيجابية باش المباراة اللي عودة إن شاء الله نكونوا أكثر ارتهاح وليما لنخوضوا في الكونغو لأنه عندنا فارق وطني ممكن يمشي بعيد إن شاء الله في هاد تصفيات هاد يديرك عس العالم وهذا سيرتو هاد ما تجي للكونغو إن شاء الله هشام شنا كلاعب ناجح حاليا أنت كمدريب قاعد يمزين شناك مدريب مساعد مربما في مستقبل قارب نشوفوك مدريب فين وصلتي في التدريبات دي أولك الشواهيد واشخ ديتهم قريب تولي عندك الكاء الأه بعد كارير ناجح كلاعب دخلت عالم تدريب ما كنتش كان فكرة قاعدة أن يكون مدريب في المستقبل بعد نهاية المشوار ديالي الكوراوي خديت واحد العامين ديال الراحة ديال العائلة الأصدقاء الأحباب نشوفوهم من بعد دخلت العالم تدريب خديت شهادة الأولى يسي ومن بعد بي استشاغلت فئات سنية ديال الراجاء خصوصا في يديسات الحمد لله كانت تجربة مهمة بالنسبالية باش نتحق بفارق الأول تكون عندك تجربة في فئات سنية الحمد لله كانت تحقق بفارق الأول مع كار تيرون أول موسم مع جامال سلامي وكذلك لسعد الشابي دوم المدريب اللي خدمت معهم حققت ألقاب كانت مسيرة ناجحة مياه في المياه بالنسبالية كانت تجربة كبيرة أخديتها كمساعد أول يعني في فارق الراجاء حاليا أنا كنشتاغل إن شاء الله باش نحضر الدبلوم ديالي باش نكون يعني مدرب ومشي مساعد لكن ممكن تشتاغل مساعد تزيد تاخد تجربة أخرى علش الله لكن حاليا فضلت أنا نهدفه سهدين نستغلها يعني تشوف كل ما وجهدي في عالم كرة القادم وتحضر الدبلوم ديالي اللي غيكون إن شاء الله في الصيف الجاي وإن شاء الله ناخده الأوليكس نشوف المسيرة التدريبيات الموسم الجاي إن شاء الله معا من غتكون ونشوف يعني فارق اللي نقدرون نشتغلو فيه ونبدو فيه يعني مسيرة تدريب كمدرب أول إن شاء الله